تعاون معانا وشغالين البرنامج شغال زي ما بيقول الكتاب كده طموحاتنا منذ سنوات طويلة بالمناسبة جدا جدا كان عندنا آمال وطموحات ان احنا يكون عندنا برنامج نوي سلمي من قام الرئيسة بناصر و احنا جايين والحمد لله ابناء سيد الرئيسة عفتاح السيسي كان الحاجات المهمة اوي يعني يبقى عندنا اربع مفاعلات للطاقة السلمية تاني للطاقة السلمية وتم الاتفاقيات مع الروس وروس بي موجودين وبيشتغلوا على هذا الموضوع موضوع ملف مهمة اوي اوي يبقى عندك المجال ده مهم جدا كمان لانتاج الطاقة الكهربائية والطاقة السلمية زي ما بنقول كده وده مصر حريصة على هذا الامر ونكون عندها يعني هذا المفاعل لانتاج الطاقة السلمية كما تعودنا قبل كده يعني حاولوا يعملوا عندنا ايام البرادعي وانا بقول ايام البرادعي وقلتها وبقولها وبكررها بالمناسبة يعني بكررها تاني ايام البرادعي ما كان ماسك وكالة الطاقة الزرية تلاتة اربعة ما بين تلاتة اربعة خمسة فترة دي هم بقولوا شوية ايه يطلوا لك حاجة يحبه يدايوك بيها يدايوك بيها في حين سيبين اسرائيل عندها سلاح نووي وبرنامج نووي وعسكري واستخدموا قنابل نووية معروفة والعالم كله عارف والامريكان والوكالة عارفة والبرادع كان عارف وكله عارف ولا ادريتكلمة على اسرائيل بس ايه يعملوا تعال نعمل تفتيش على مصر ايام البرادعي ايام البرادع بقول نعمل تفتيش على مصر مصر عندها اش حاجة لكن هو دايق مصر اه مصر اصوب الملف مش عarف ايه نبعت الناس عشان تتابع اه تراقب مش عارف ايه بعت يا سيدي قص مصر خلفت مش عارف بند ايه من البنوت كلام فارغ يعني كانوا بتلك كلنا كانوا ايه بتلك كلنا واحنا حاجتنا كلها على المكشوف يعني عنديش حاجات بنخبيها يعني ولا بنخاف منها ايه بعت يا سيدي برد عايز ايه بعت ما ديبعت لجنة عمل لجنة وكتب تقرير وكتب تقرير بالمناسبة عزو الله فيه معلومات نشرها السيدة احمد بغطل امين العام للجامعة العربية عن البردعي لما كان مسكن وكالة مدير وكالة الطاقة الزرية ديت ولما بعتوا وفض المصر والتقارير البردعي كان بيكلم فيه عن مصر ارجعوا لكتاب السيدة احمد بغط يشاهد على الحرب والسلام يا شهدتي ربما يكون شهدتي شهدتي هو كتاب شهدتي هو اللي كتب فيه القصة الخاصة بمصر وملف الطاقة النووية تاني كاتب جزء مهمة اوي واحنا رحنا ازاي وعملنا ايه وتعاملنا واسرائيل وازاي بيسمحوا الاسرائيل ومصر رايحة في هذا الملف ازاي والتعاون مع العالم ومع الولايات المتحدة الامريكية والضغوط اللي بتتم وكله وشرح الملف كله على بعض وشرح كمان انه البردعي اتعامل ازاي معانا في الملف ده البردعي طول عمره طول عمره والله اسف اشتركوا في القناة